تفضل أبو ذوق أبي تتكلم عن رياض الخبران من رياض الخبران في البدايع في بداياتك في الإعلام من الشخص اللي مسك معين ذلك في وقاتك للإعلام وجابك للإعلام طيب أنا بس بقول في البداية يعني الواحد يعني إذا ما يعني الواحد زي ما قالوا في البدايات دائما يرجع لأيام الطفولة ثم يرجع للمرحلة الدراسية طفولة ميجي أهل طفولة أخلى لها آآ معنا ما وصلها أبو لك الإعلام الإعلامية أنا كثير أنا قلتها هذه مرة ثانية يحسبني أني بداياتي خارج المجد وبالعكس أنا بداياتي من المجد ما أدري والله في عام كم هذك يعني أتوقع قبل 2008 أو بداية 2008 يعني توجهت بصراحة إلى الأستاذ هادي الصالح كان وحدة ترفيه ومنوعات وجيتهم وكان عندهم مقر في مخرج تسعة ثم انتقلوا إلى حي الملز وجيتهم عساس أني بأعد برنامج حتى الإعداد اللي جايبه بدفتر عرفت اللي في النصف تقطع عدت فكرة برنامج في المدارس إني كيف أتنقل داخل المدارس ففكرة كانت جيدة قال لي رحوا قعد معه واحد ما شاء الله خبير في الإعداد منه تعرفونه كلكم أبواروة على الحربي قال لي قعد معه ترى هذا أول مرة أتكلم بالقصة هذه قال لي قعد معه ويعرف كيف الإعداد وفهم معه قعد مع الأستاذ علي الحربي نمس عليه بالخير ثم ربطني مع أول مقدمة يعني أرتبط معها إعلامين ترى تكلم وليس مسرحيا مسرحيا من زمان كنا نقدم في المسالح مع الله يرحمه الأستاذ عدنان كثيري الله يرحمه الله يرحمه أخونا عدنان ربطني معه وقال لي أنتم تقدموا برنامج عدنان كان الله يرحمه كان يظهر على الشاشة في كشتات والبرامج اللي هناك وعطانا المخرج لأستاذ حسين عنزي حسنا نسوي برنامج سميناه مدرست نفلة هذا أول برنامج سونا منه حلقة بايلوت صورناها في ثنوية القادسية وما طلعت الحلقة صارت ظروف للأستاذ علي حسين عنزي وكذا ثم جاء الأستاذ ميشيل سهلي هنا بعدها أنا ما كمل البرنامج ما طلع وقفت جاء برنامج اليوم المفتوح اسمه من البرامج الأولى في 2008 يمكن أتوقع كبان فقدمت برنامج اليوم المفتوح اللي كان فيه كل المذيعين الشباب اللي في المسرح جمعوهم أبنجيد دوسري سامر جوعوني يعني سعدة طلحة محمد طلحة كل الأسماء الشباب المقدمين كلهم من من الشباب كلهم أتوقع كلنا موجودين كنا في قرية الثمامة كنا نجاوا للمدارس تجي ونسوي للمبرنامج كامل المهم بعدها توقفت وانتقلت بعدها لقناة ماهب وفكار مع الكابتن صالح العريض وكان هذه بداية أيضا وانتراقة مع الكابتن صالح العريض بعدها تنقلت من عدة قنوات منها قناة الرسالة ويضا في شركة أصيلة لكن بعد الفقرات أنت انتقلت مع صالح العريض في ماهب وفكار ماهب وفكار أي وما تركت أشارك على خفيف برامج خفيفة نعم ولكن فعليا مع المجد من 2014 كرسمي في الإدارة أما في التقديم لا من 2008 حتى معنا أحد الشهادات وعرضت الشهادة اللي كانت من الله يطيل عافية أستاذنا الشميمري إلى الآن الشهادة عندي موجودة من 2008 كانت هذا الانطلاق يعني الفعلية يا سلام طبعا ندخل لسه في تفاصيل ثاني في مسألة الإعلام وبدايتك